اجتمع مجلس الامارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية البلوكشين بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي وأكد معالي عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العامل عن بعد مدير عام مكتب رأسة مجلس الوزراء على تبني توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل لتسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بمستوى لدى لتعزيز جهازية الدولة وتنافسيتها العالمية